مرحبا من جديد لم تمضي مناورة حزب الله العسكرية التي قربت الحدود اللبنانية مؤخرا مرور الكرام بالنسبة لإسرائيل صحيفة معريف الإسرائيلية ذكرت أن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان قدم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن بدعوة أن مناورات حزب الله تهدد أمن إسرائيل مضيفا أنها خطوة واضحة تكشف عن نية لخرق قراري مجلس الأمن الدولي 1559 و 1701 أردان طالب كذلك الحكومة اللبنانية بالسيطرة على ما يجري على أراضيها ومنع ما وصفهم بالجماعات الإرهابية من تسلح نفسها والتخطيط لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل محذرا من أن استفزازات حزب الله ستؤدي إلى نتائج مدمرة للمنطقة برمتها على حد قوله ولو حاب اللجوء إلى الخيار العسكري إذا ما لازم الأمر للدفاع عن الإسرائيليين من بيروت معنا الخبير العسكري والاستراتيجي العميد ناجي ملاعب عميد ناجي مرحبا بك معنا اسمح لي أن أشارك تغريدة اليوم علقت على هذا الخبر بأننا وكأننا نتابع شارلي شابلين يعلن هذا الخبر لا صوت لإسرائيل إيران أقوى من إسرائيل على الأرض ولا يمكن مواجهة فيلق متوحش إديولوجيا من قبل دولة كإسرائيل يعني مساء الخير لك والضيوفك مبدئيا إسرائيل هي دولة معتدية على لبنان وما زالت تحتل أجزاء من أراضي مزارع شبعة وكفرشوبة وإذا ما كان لبنان يجهز لتحرير تلك المناطق هو لا الحق بذلك ومقاومته لا الحق بذلك إذا ما كانت ضمن منظومة استراتيجية دفاعية لبنانية ولكن ما يحصل هو أن حزب الله وسلاحه هو سلاح غير لبناني وانتماء هذا الحزب إلى محور عمقه هو إيران وتستخدمه إيران لزيادة نفوذها في المنطقة ما يجري هو فعلا شوكة إيرانية في المنطقة رأيناها كما سرب بأحدى التسريبات التي سربها أحد الضباط الأمريكيين بأن إيران تستعد لقتال الأمريكيين في سوريا وبالتالي تستعد لإنشاء أجهزة صواريخ ومصانع صواريخ في سوريا لتكون جاهزة ضد إسرائيل وسمعنا في الأيام الأخيرة عن وحدة الساحات هذا الكلام منذ حوالي عام حتى اليوم بأن عندما تضرب غزة أو تستفرد غزة لن تستفرد بعد اليوم نحن جاهزون وقالها سيد حسن نصر الله أن إذا احتاجت غزة نحن جاهزون وكذلك سواء من لبنان أو من سوريا هذا أعتقد أنه يخلق جو من القلق والخوف عند إسرائيل لذلك نرى زيارة على مستوى عالي من الأمن والدفاع الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة زيارة رئيس الشباك ومدير المستشار الأمن القومي ووزير الشؤون الاستراتيجية لتقرير ما يمكن عمله ضد هكذا استعدادات عسكرية ضد إسرائيل هذا ما نراه ولكن الحق للبنان هو بتحرير أرضه إذا ما كان هذا التحرير بقيادة لبنانية وباستراتيجية ضدفاعية لبنانية طيب عميد ناجي اليوم بنظرة واقعية بعيدا عن كل الحقوق التي ينادي بها الشعب اللبناني أو حتى الشعب السوري وكذلك الفلسطيني بنظرة واقعية هل يمكن هزيمة إيران من قبل إسرائيل يعني دولة تمددت في خمس دول من خلال أذرعها وميليشياتها وتغلغلت حتى اجتماعيا واقتصاديا وعسكريا قواعد برية قواعد جوية سلاح نووي نتنياهو أدرى الناس بهذا السلاح النووي وكواليسه ربما في إيران هل يمكن لإسرائيل فعلا أن تهزم إيران على الأقل في سوريا ولبنان هل يمكن أن تكون سوريا هي ساحة الصراع القادمة ما هو المتوقع اليوم أولا تصحيح إيران هي على عتبة السلاح النووي وليس لديها سلاح نووي حتى الآن والوصول إلى السلاح النووي دونه أعطابات كثيرة ليس فقط بالحصول على إيرانيوم مخصب لإنتاج قنبلة نووية وهي أعتقد أن لديها الكمية الكافية لإنتاج قنبلة ولكن هذا يلزمه أجهزة إطلاق يلزمه أجهزة مواءمة، طياران، دفاع جوي، مطارات، صواريخ هذا ليس الباب الإيراني، هو طريق طويل إيران حولت قدراتها الدفاعية باتجاه الصواريخ لديها دفاع جوي منتج محليا طورت صواريخ الأسمتين التي كانت تمتلكها مئيان في حد سوبيتي بشكل جيد جدا واستحضرت منها بعضا إلى سوريا وبالتالي لديها صواريخ طويلة المدى 1200 كيلومتر صاروخ السجيل وتستطيع الوصول إلى من إيران أن تضرب إسرائيل أو تضرب بعد تخوم الدول الأوروبية إذا ما دخل النيتو بأي سرعة نعم إيران دولة تستعد عسكريا وهي في حلفها الجديد مع روسية وكذلك في عمقها الاقتصادي مع الصين وفي صلحها عن جديد مع الضقة التالية من الخليج العربي مع دول الخليج أعتقد أنها تمتلك قدرات دفاعية وهي مرتاحة لإذا ما هجمت من قبل إسرائيل أن ترد على هذا الهجوم وأن تكون هي من يبادل إلى الهجوم على إسرائيل لإزعاج إسرائيل أكثر من أن تتمكن إسرائيل من غزو إيران أو القضاء على قدراتها الدفاعية بالتالي سيناريو استعمال إسرائيل لسلاح دمار شامل بما أنها تملكه على كل حال وحضرتك تقول بأن ما يحدث في أصفهان ونطنز لا يشي بأن إيران لديها حتى الآن نووي إسرائيل هل ستلجأ إلى هذا في يوم ما؟ هل هذا متوقع؟ هل هذا ممكن؟ اليوم لا نجال للغناء منفردا عند أي دولة اليوم إسرائيل أرادت أن تدخل بأي معركة ضد طرف إيراني وليس فقط ضد إيران هي تحاول الحصول على موافقة دول النيتو وبالتالي وضقت الولايات المتحدة الأمريكية على أي عمل ممكن إسرائيل أن تستفرد بأي دولة كما تستفرد بغزة ممكن أن تقوم بعمل ضد حزب الله أو عمل كما نراها في سوريا غارات تكتفت بشكل حوالي شهري أو أسبوعي ممكن هذا العمل الفردي مسموح به ولكن على أكبر أن تصل إلى إيران أو تغزو أو تضرب إيران عسكريا هذا مستبعد ما لن يكون هناك موافقة أمريكية وما يخيف في هذا المجال أن عندما فتحت الحرب في أوكرانيا اعتقدنا كلنا أن كخبراء أن عندما يكون الجرح مفتوح بين الجفارين في أوكرانيا لا مجال لفتح أي جرح آخر هذا الموضوع لم يسمر طويلا طرم الحرب الأوكرانية أصبحت روتيمية ودخلت عامها الثاني يعني صلى ستة شهر بعد العام الثاني رأينا تفجرت في السودان صربيا وكوسوغو ليست بمأمن يعني غزة كذلك ودخلت الحرب يعني اليوم حتى سوريا هناك غارات كثيفة وهناك مرة الأسبوعين من حوالي شهرين القتال ليس قريب ليس هينا ما بين مسيرات إيرانية وبعض الأمريكيين يعني نجوم على أماكن أمريكية لذلك ممكن أن يكون هناك عملية فردية إسرائيلية إذا موافقت لها دوليات المتحدة الأمريكية شكرا جزيلا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي العميد ناجي ملاعب